يعني الحز ما يعرف أمه من أبوه ما يستوعب خالص خالص ما يعرف أمه من أبوه خالص من أخته من أخوه ما يعرف يعني بس هيك الشكل قادم لإله إلا الله أنا الطبيب إبراهيم الأسعد اختصاصي في الأمراض العصبية نتكلم اليوم فيما يخص مرضى الضمور الدماغي والشلل الدماغي وهو أحد الأمراض العصبية الشائعة لدى الأطفال له أسباب عديدة وبالنتيجة يؤدي إلى ما يسمى بالشلل الدماغي لدى الأطفال بالنسبة لهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراكز متكاملة تتضمن إعادة تأهيلهم، توفير أدويتهم واحتياجاتهم كثير منهم من يتعرض لصرع واختلاجات صعوبة توفر أدوية الاختلاجات الخاصة بهم وغلاء ثمنها هذا كبير من نسبة لأهالي هؤلاء الأطفال مراكز العلاج الفيزيائي المتخصصة كلها تحتاج إلى جهد كبير من أجل تأمينها وتسهيل وإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال السلام عليكم، أنا والده للطفل جمعة عمره 8 سنوات أبني خلق بلبنان جبتوا على سوريا عالجه بعض معانات بين الطباء السورية واللبنان معانات شبيرة آخر شي عند كثرة طلع معهم أنه ابني معه ضمور بالعقل عالجته جبت له أدوية بس ما تحسن حتى تصرفات الطفل عندي غير تصرفات الأطفال الثانية أنا والدته لأيها مع ضمور دماعي يعني ما يحسن يعين حاله بهالقده لا يأكل بإيده لا يشرب بيديه لا أندطعني بيديه بدي أزدي بيديه بدي أشيله وأقعده على الكرسي ما يحسنني يقعد خالص خالص على الأرض ما يحسنني بعد بدي أشيله الشيلان وأقعده ولا يحسن يغلب حاله لا يهيش ولا يهيش ويأكله هو نايم مثل طفلة صغيرة مثل اللي كان أمه جايبته وبدأ حقلولي أكل شاب بدي أعطي يومياً هاي يومياً مثل فرضة صلى بدي أرمي كل الغراضه بغسل لي يومياً يومياً والله هاي من خلق لهذا اليوم بدي أشلحه كل الغراضه بدي أغسل لي بتحفيظه وبغسل الغراضه وبباب تطعيمه وبزقيانه وبكل شي دي أتمنى يعني للناس الخيرين المختصين بهذا المجال يساعدوا له الطفل لحتى يصير وضعه نفس وضع الأطفال مو أكثر موسيقى 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 موسيقى